اذا اخواني الكرام هذا المليار راهي عبارة عن رشوة مقننة خصصتها الجزائر للدول الان روحوا ذركوا لهذا الكلام جيدة الان الدول اللي رح تتقدم هي الدول اللي تعاني اقتصادية والدول اللي ممكن كانت تفكر ان تراجع مواقفها تجاه قضية البوليزار نجي تضرب قسم وجزء من هذا المبلغ وانتهى الامر هل رح نكونوا فيها مشاريع يعني يقول هالكم لا مشاريع ولا بطيخ هذه اصلا هالهيئة هذه اللي دايرينها شبه هيئة خيرية تهز الصوارد وتعطيهم لا هيئة اقتصاد هذه بالمفروض رو يكون يكون لوزارة الاقتصاد يكون لوزارات معينة مهتمة بالصناعة مهتمة بالشيء هذه تروح تخصص مليار دولار الى وكالة عندها قريب هذه الوكالة 12 فبراير 2020 يعني الان تجاوزت ثلاث سنين من تأسيسها لم يظهر عليها حتى شيء كانوا من قبل يحذروا لها ما قر باش يكون محمد شفيق مصباح بعد قعدك ذك بطال ما عنده حتى شيء خذاه معاه مستشار في الرئاسة لانه هذه الوكالة مكان الان تفكروا جاهم تخرير بانه هناك دول اللي راهي بدأت تتحرك في اطار تجميد عضوية البوليزاريو في الاتحاد الافريقي لانه يجب ان تكون الدول فقط التي لديها عضوية في الامم المتحدة ومعترف بها في الامم المتحدة قال لي وش نديروا ايوالله انو روحوا لهم بالدراها موش عند الوكالة اسناها قبل اليومنا هذا ما دارت حتى شيء لا نشاط ولا اجتماع ولكن اه يروح نعطلها مليار دولار اروح تحرك يا محمد شفيق مصباح بطريقة مثل ما تحركت من قبل في المشهد السوري وتعطي لهم في استشارات نافعة لنظام بشار الاسد وهو اللي تحدثنا عليه في وثيقة مسربة اروحوا شوفوا هاو المليار دولار ألعبوا لعبكم هي ما تقدرش تجي للدول هذا نقول لهم نعطيكم مليار دولار ونشر يا ذمتكم آيا مرها عبر الوكالة هذه وهي وكالة شبه انسانية وتقدم المساعدات للدول وكذا وكذا خالي نخصوا هذا يعني من هار لي جتبون كش ما خص أموال الجزائريين أعطي لهم مبلغ بسيط يعني ما يمللهمش قفة شهريا في اطار هذه انت منحة البطالة في حين شوفوا قداش عطال تونس شحال عطال محمود عباس عطال حماس عطال شبك يعطوا الحزب الله تحت الطاولة في الأموال زيد زيد لي كوبا زيد دول أخرى راهوا يعطوها في الأموال دول إفريقية وما يعلموش عليها كل ذلك فقط من أجل البوليزاري شفتوا يا جزائريين هذه الحركة اللي رو كنت تعرفوا قادتها واش قاعدين يديروا في الخارج بأموال جزائريين فوالله لن تقبلوا رحظة أن تتواجد هذه الحركة على أراضيكم حركة تاجر حركة تمارس الفجور السياسي والمالي في كل أنحاء العالم وهذا الذي يقوله الصحراويون أنفسهم اللي موجودين في المخيمات لو غدوة يخرجوا يخذوا جوازاتهم الإسبانية ويروحوا الإسبانية وجيهم الإعلام يتكلموا ستسمعون ما يندله الجبيد وهذا هو الخطر الداهم على الجزائر الآن لأنهم الآن يخشوا الناس هذم يدوا جوازاتهم بعض كي يبدأ الأمر في تنفيذ القانون ويروحوا ويبدوا يتكلموا للإعلام ما الذي يحدث في مخيمات الدول لذلك يعملون الآن على غلق هذا الباب ربما بقرارات رح تتبناها البوليزاريو في رفض دير شوية قانون وهي أصلا شبه دولة بأي حق أصلا أنت دير قوانين وأنت تتواجد في دولة حتى صفة لاجأ ما أعطوها لك يعني شبه لاجأ والمواطنين الأخرين محتجزين يعني في مخيمات عنوانها مخيمات اللجوء وهي في الأصل مجرد دولة داخل الدولة يجري استعمالها في كل المحافل لتصفية الحسابات مع المخرج الصراعات الدول عندما تأخذ صراعات مع دول أخرى تبحث عن مصالحها جيب الفوائد لكن نظام العسكر إذا صارع مع الشعب الجزائري يقتلوا وإذا تصارع مع دول أخرى يضيع أموال الجزائريين وكل ذلك من أجل لا شيء يعني ألم يأني الأوان الآن لنا كجزائريين أن نراجع أوراقنا أن نراجع مخططاتنا ما الذي جنيناه قريب نصف قرن من الزمن وأنا أصرف في أموالي على قضية ماذا كسبت منها ما الذي سأكسبه وما الذي سأجنيه لا شيء المهم أن الأبواق هكذا وهكذا ويطبلوا نحن ثابتين على مواقفنا ما كان شيء في عالم السياسة اسمه الثبات على الموقف أبدا السياسة تتغير وفق المصالح والتقلبات الجيو استراتيجية والجيو السياسية في العالم اليوم تكون مصلحة في القول لا غادا قد تكون مصلحة أن تقول نعم المهم أن توزن الأمور بميزان الربح والخسارة إذا كان الربح أكثر من الخسارة يكون الموقف وفق ما يخدم هذا الربح وإذا كانت الخسارة أكبر من الربح أيضا يكون الموقف بما يبعدنا عن الخسارة بهذا الحجم الآن قريب نصف قر وانتم نفس الأسطوانة نفس الموال الصحراوين يتكاثرون مساكن ويعانون الأمرين في مخيمات ما زالوا في الصحراء ما الذي جنيتموه وأين وصلت الداخلة والعيون الداخلة والعيون كانت في فطرة معينة صحراء ما كان في هوالو الآن أنا شاهدت الداخلة في 2010 الآن في 2023 لما أشاهد الصور تحول كبير زد عشر سنين راح تولي تشوف الداخلة والعيون مثل دبي والدوحة وأبوظبي والرياض وغيرها في ظل هذه الاستثمارات الهائلة اللي جاية من دول خليج والكثير من الدول ما الذي جنيته أني المغرب يصرف في أموال من أجل قضية يقول قضيتي أنت تصرف في أموالك الطائلة ريشة على دول إفريقية لا يؤتمن جانبها هذه الدول دول كلها انقلابات اليوم موقفها معاك غدوة قد ينقلب العسكر على هذا السياسي اللي باعلك الموقف انتاعه وزيد يبتزك وطلق نفسك محل ابتزاز دائما وأبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إذا بقيت في هذا الموقف ما الذي أجبرني أن أكون محل ابتزاز من دول في من أجل قضية لا تعنيني لا من قريب ولا من بعيد ما الذي سأجنيه منها المغرب لن نرى منه إلا الخير هذا الذي رأيته بعيني وهو المواطنين مغاربة راه مرتبطين بالجزائريين يا ناس راه مشهم ناس جاءنا من كوكب زحل فجأة أصبحوا جيراننا يعني الجزائر المغاربة عايش إرناهم في الثورة دعمونا في كل المحطات في تاريخ الجزائر علاقات المصاهرة لا تحسى ولا تعد فجأة يتحولوا إلى أعداء يجب مواجهتهم ببناء دولة سادسة في المنطقة أعتقد بأن هذا المنطق العسكري هو اللي يجرع للجزائر ورايح يجيب لها الويلات والآن رانا خرجنا من مرحلة الجزائر هي التي تهاجم المغرب من خلال البوليزاريو جاءت مرحلة الهجوم المعاكس لكن ليس من المغرب بل من قوى دولية ستحافظ على مصالحها واتفاقياتها وشراكاتها الاستراتيجية مع المغرب وحينها ستجدون الجزائر تحت عقوبات وبتهم تتعلق بالإرهاب وما إلى ذلك ثم تتوجه الأمور إلى أن تغدو الجزائر دولة معزولة ودولة منبوذة ودولة تذر بالسلم العالمي ودولة مسلطة عليها عقوبات من أمريكا وغير أمريكا وربما حتى من الأمم المتحدة والأيام سجال بيننا واذكروا كلامي جيدا